وليذهب العراقيون للجحيم وعدنا استحقاق دستوري انه احنا يمكن من نزعل نطلع تظاهرة او طلعنا وكتلتونا طب الإطار راح للتيار اختلف الاتحاد ويد ديمقراطي خرقوا الدستور الشقق الدستور راحوا المحكمة الاتحادية ردوا من المحكمة الاتحادية نزلت الميليشيات صار داعش كل مرة عدنا هاي الخلطة شفنا كل العالم عند انتخابات السبت ينتخب الى حتى تطلع النتائج طلع الفائز شكل الحكومة كل دول العالم الا في هذا البلد لا شبيرهم يدري ولا صغيرهم يدري ولا هم يعرفون الى اين ذاهبون ونحن وحدنا الذي نتحمل الثمن باتر المطق الطقاق الولد يصعدون الطيارات الفلوس موجودة بره والفلل والحبايب والقصور والاموال وليذهب العراقيون للجحيم شنو قوى السياسية اربعة شهر تتحاور لتصل الى حقيقة لقيادة البلد لشيش راد لقيادة البلد البلد راد لقيادة بقانون واضح وقوانيكم انتم غير واضحة وان كانت واضحة فانتم تأخذوها تمطوها تغيروها لانه لديكم افكار شيطانية وتوائموها بما تعتقدون وامياريت مرة من المرات انتم تعتقدون بالطريقة التي يرضى بيها الله ويرضى بيها ابن عدم البلد يحتاج الى ناس شرفاء حتى يتمكنوا من قيادته بالطريقة التي يستطيع من خلالها الناس ان يعيش بامان وبكرامة وبسلام وياخذ استحقاقاته قبل الانتخابات واحدكم انعم من حبة الدخن وراء الانتخابات اذا يزعل يقلوا بالدنيا وبعدين تعلوا على قضية المصطلح هذه قضية الاستحقاقات شنو الاستحقاقات اللي انتم بتردونها من الوطن ليش مفهوم الاستحقاقات انترح حسا صار ثم تحسنة تحسون باستحقاقاتكم الى الحد اللي حفظنا انتم شنو استحقاقاتكم استحقاقاتكم مزارات استحقاقاتكم مناصر استحقاقاتكم مواقع استحقاقاتكم غناء استحقاقاتكم ثراء احنا وين استحقاقاتنا بهذه الحوارات ارد اسأل من الشمال الى الجنوب كلكم طبوا الان من السماو للناصرية للعمارة للبصرة للانبار للفلوج لكل المناطق هذه الوسط والجنوب والمناطق الغربية شخدم استحقاقات احنا من خلال هذا الصراع اللي يجري ولا ينتهي نعم عدنا استحقاق واحد وفرتوننا اياه وخل فل عليكم هو الحرمان والدم والموت والفقر وعدنا استحقاق دستوري انه احنا يمكن من نزعل نطلع تظاهرة او طلعنا وكتلتونا وعدنا استحقاق دستوري بثرواتنا اللي ثرواتنا صارت عدكم اذا شنو استحقاقاتكم انتو تكاشفوا يانا كشعب قولوا انتو اشتردون عمي تردون حصة بالنفط نطلع ممثلين من عدنا من الشعب يقعدون وياكم نطيكم حصة 30% من نفط العراق تاخذونه وتاكلونه وتوزعونه بياناتكم انتو الحرامية وتخلونا 70% ناكل من عدها يفهمون اشتردون شنو اللي تردونه هذا المنصب من حصة فلان وهذا المنصب من حصة هذا المذهب وهذا المنصب من حصة ذاك المذهب وذاك المنصب من حصة الاقليات هذه الصورة مجرد ان تعلن وان يقول بها سياسي على الهواء وامام الشاب فهذا يعني اننا امام طبقة سياسية متخلفة متهرئة من العصور الوسطى لانه اللي يريد يقود ويمثل شعب كاملة يطلع اخياره ويطلع شرفاه يضعهم في المقدم ويمشون وراهم اما اذا انا اقسمها اثلاث وارباع على المذهب وعلى المكون وعلى الجغرافية وعلى العرق وعلى الدين وعلى القومية وعلى الاثنية وريد احكم وريد انجح ولذلك هذا الذي يجري حذرنا منه مرارا واليوم يتعمق مع الاسف اكثر ولا احدا منهم يسمع الصوت او صدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة